اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وجهود جميع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد والانديا الاعضاء مشيرا سموه الى ان الجائزة مبعث للفخر والاعتزاز وهي بمثابة شهادة اعتراف جديدة بمكانة العاب القوى على الساحة العربية واضاف سموه بان الاتحاد البحريني لالعاب القوى فرض نفسه خلال السنوات الاربع الماضية على المستوى العربي بفضل سلسلة الانجازات والنجاحات التي حققها على كافة الاصعد العربية والقارية والعالمية واكد سموه بان الاتحاد البحريني لالعاب القوى وضع نصب عينيه على اراية البحرين في كل محفل خارجيا يخوضه وان التكريم يمثل تأكيدا جديدا على المكانة المرموقة التي بات يحتلها الاتحاد على المستوى العربي واعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن اعتزازه الكبير بالحصول على الجائزة الامر الذي يدفع الاتحاد للمضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات بما يكفل تعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية